تحيات سامي بي انفستمينت وما زال نرى لهذا السام الذي ما زال يتداول بقوة فوق الدعم ده يعني احنا مازلنا فوق دعم مستويات الاربعة وشرين جنيه ونصيح المستويات حد مستويات خمسة وشرين جنيه طيب انا لاحظت ان احنا عندنا تصحيح مكتملة جاء لشكل A B C ما قبل تكملة الاتجاه الصعب طيب خانزع فيوم ازغر ونروح على فيوم الدقيقة عشان ناخد تفاصيل اكتر خلينا مع بعض لو احنا ملاحظين احنا عملنا موجة بدأت معي من المستويات دي قمة وقاع وسححتها وانا اللي ستوب عندي هنا عنده مستويات الاربعة وشرين جنيه وثمانين افش تمام اول هدف بستهدفه مستويات التسعة ورشين جنيه ورب والهدف التاني عنده مستويات التلاتين ورب طيب يعني انا ايه هاخد الموجة دي كلها اللي بدأت معي من المستويات دي لحد المستويات دي وبعد كده صححها وبعد كده استهدف كمة جديدة وما زلنا نستهدف مستويات الاتنين وثلاثين كهدف اول وهدف محتمل وهدف تاني عنده مستويات الاربعة وثلاثين ولكن خلينا نخلص الموجة الاولى الموجة التالتة اللي احنا بدأناها من مستويات دي وما زالت النظرة ايجابية لهذا السعب تنمى مستقر فيه مستويات الاربعة وشرين جنيه خمسة وتمانين افش تكسبها يعني سلبية ولكن اعتقد حتى لو السعب متراجع القوة هيكون فرصة للشراء ولكن احنا خلنا في الصفقة الحالية اللي احنا فيها اول هدف بالنسبة لنا هيكون عند مسويات تسعة وشرين جنيه والهدف التاني هيكون عند مسويات تلاتين جنيه وبعد كده نصحح ونستهدف كما جديدة وبالتوفيق